الإيمان بالله مرض يجب أن نشفى منه هكذا تحدث فرويد لم يكتف بهذا بل أضاف أن المؤتقد الديني هو نوع من العصاب وكما على العصاب أو المصاب به معالجته لدى الطبيب النفسي فإن على المجتمع أن يخضع العلاج النفسي على مستوى جماعي عن الله بعيون فرويد وأيضا بعيون يونج سيكون موضوع هذه الحلقة وهذه الحلقة أنا سأقدمها لأسباب عديدة منها وأبرزها الحلقة التي قدمتها قبل أسبوع أو أسبوعا تقريبا حول الدين بعيون الفلاسفة وكان فرويد أحدهم البعض قال بأنك لا تعرف شيئا عن فرويد ولا نظريته وتدعي أشياء لم يتحدث أو لم يعتقدها فرويد بل أنك انتقدت فرويد على هذه الأراء أنا في هذه الحلقة سأحاول تقديم ما قاله فرويد حول الله وحول الدين ووجهة نظره وسأعلق برأيي الخاص بين أثناء تناول الموضوع فكونوا معي عام 1917 ألقى فرويد محاضرة تناول فيها صعوبة التحليل النفسي أشار فيها إلى إزعاجين جسيمين جرح كرامة البشرية في الصميم الأول نجمع عن نظرية كوبرنيكوس سنة 1543 المتوفة وقال فيها بأن الأرض ليست مركز الكون بل مجرد نقطة ضائعة في سديمه ونشأ الثاني من نظرية دارون الذي توفيه سنة 1282 والتي افترض فيها أن أصول الإنسان ليست ناشئة منه وفيه أو من إله خارجي بل من البنية الحيوانية التي انحدر منها فكان الجرح الثالث والذي أشار إليه فرويد وهو الإزعاج الذي جرته على البشرية مقولته عن اللاوعي التي تحرم الآن من إدعاء السلطة المطلقة على ذاتها أي أن الإنسان ليس قادرا على أن يتحكم بذاته حتى يطالب بهذا التحكم من قبل آله خارجيه إنما هو مجرد كائن معرض للدوافع والغرائز الدفينة التي تستثير فيه التصورات والأفكار والتصرفات بحيث لا يستطيع أن يتطور تطورا ثقافيا إلا بفضل الأعراض التدريجي عن هذه الاندفاعات الأساسية في جوهره من وجهة نظر فرويد الدين هو رد فعل لجريمة قديمة ونوع من الوهم وذلك لأنه يرتبط بالرغبات ولا يرتبط بالحقيقة ويوضح فرويد بأن الدين ظهر بدافع جنسي وذلك عندما أحس أبناء الجيل الأول للبشرية برغبة جنسية جامحة تجاه أمهم بالتالي الدين هو في تحليله نتيجة لعقدة أوديب وهي نتيجة لعجز الإنسان أمام العالم حيث ينتظره صراع مع الحضارة وصراع أيضا مع الطبيعة ومن ثم صراع في مواجهة الموت يجزء فرويد تطور بشرية إلى ثلاث حقوبات الأولى إحيائية طوطمية والثانية دينية تتصف بالأصاب الجماعي والثالثة علمية تتميز بالتصعيد الارتقائي التعويضي هذا التصور الثلاثي رفضه طبعا علماء البايولوجيا والانتربولوجيا لكنه بقي يساعدنا على ربط الدين بالأصاب ويقدم لنا نظرية عن نشوء الاجتماع جراء قتل الأب الأصلي المهيمن على نساء القبيلة وهذه الجريمة تشير رمزيا إلى حضر صفاح القربة أي إلى التشريع الأساسي الذي تولد عن المعاية الإنسانية السليمة أو الجماعة الإنسانية المتحدة فيما بينها بشكل سليم جادل فرويد بأن الدين مقنع للغاية لماذا؟ لأنه يحل مشاكل وجودنا أنه يشرح لنا أصل الكون ويقدم لنا العزاء والحماية من الشر أيضا الدين يقدم لنا مخططا حول الطريقة التي يجب أن نعيش فيها حياتنا أو بها حياتنا مع مكافآت عادلة للعقوبات الصالحة والموجبة للخطات والمخالفين أيضا الدين من ناحية أخرى يتعارض مع العلم لأن العلم لا يقدم لنا مثل هذه التفسيرات حول الكون أو حتى معنى لحياتنا أنه لا يريح أشواق الجنس البشري التي لم يتم الرد عليها من قبل العلماء الطبيعيين في كتاب إرباك في الثقافة ينسب فرويد سبب العصاب الفردي إلى الثقافة التي تضطر الفرد إلى الامتناع والتزهد والحرمان الألمي من أجل استنفاذ السوية الإنسانية ذلك بأن الثقافة تحمي الإنسان من غرائزها من غرائزه لكنها في الوقت نفسه تفرض عليه اضطرابا هذيانيا يربك وجدانه وهذا يؤدي في بعض الحيان إلى أن ينتفظ الأفراد على نظام الثقافة القائم على الحرمان هذا فيثورون ويخالفون القوانين سواء القوانين الدينية أو القوانين السلطوية الحكومية ومن أقوال فرويد الأخرى أن الإنسان يقول أن الإنسان محروم من السعادة لماذا؟ لأن الحضارة تحرمه من ممارسة الجنس والأدوان فيقول إذا كانت الحضارة تفرض مثل هذه التضحيات الباهضة لا على الرغبات الجنسية فحسب بل أيضا على رغباته الأدوانية فأننا نفهم في هذا الحال فهما أحسن لماذا يأسر على الإنسان غاية العسر أن يجد في ظلهما سعادته وبهذا المعنى كان الإنسان البدائي من وجهة نظر فرويد محظوظ في الواقع لأنه ما كان يعرف أي تقييد لغرائزه أيضا يرى فرويد أن الشعور بالذنب الذي جاءت به الأديان هو مشكلة الحضارة وذلك بسبب لأنه يسبب لنا نقصا في شعورنا بالسعادة فيقول كان قصدنا رغم كل شيء أن نصور الشعور بالذنب على أنه المشكلة الرئيسية لتطور الحضارة وأن نبين فلا عن ذلك لماذا يتوجب علينا دفع فاتورة تقدم هذه الأخيرة بنقصان في السعادة ومما ينجم عن تعزيز ذلك الشعور في موضع آخر من كتابه مستقبل وهم يعود فرويد للتأكيد على أن الأديان توهمات وأن سبب وجودها هو الخوف الطفولي والقلق الإنساني إذا أختار الحياة فيقول حين نوجه أنظرنا نحو التكوين النفسي للأفكار الدينية فهذه الأفكار التي تطرح نفسها على أنها معتقدات ليست قلاصة التجربة أو النتيجة النهائية للتأمل والتفكير إنما هي مجرد توهمات مجرد تحقيق لأقدم رغبات البشرية وأقواها وأشدها الحاحن وسر قوتها بالتالي هو قوة هذه الرغبات وليس قوتها المنطقية أو العقلانية أو المقدسة وبالأصل نحن نعلم ذلك فالإحساس المرعب بالضائقة الطفلية أيقظ الحاجة للحماية والتجاه الحماية عبر الحب وهذه الحاجة لباها لنا الأب إدراك الإنسان أن هذه الضائقة تدوم الحياة كلها جعله يتشبث بأب أب أعظم قوة وأشد بأسا هذه المرة فالقلق الإنساني إذا أختار الحياة يسكن ويهدأ لدى التفكير بالسلطان الرفيق العطوف للأناية الإلهية في موضوع آخر يرى وفي صفحة 52 يرى فرويد أن الدين لم يحقق السعادة والأخلاق التي يبحث عنها الإنسان فيقول فمن المشكوك فيه أن يكون البشر قد عرفوا في مجملهم في العهد الذي كان الدين يسود فيه بلا منازع سعادة أكبر من تلك التي يعرفونها اليوم ولا كل حال ما كانوا بالتأكيد أكثر أخلاقية موضوع آخر أيضا في الصفحة 67 يشبه فرويد دور الدين في حياة الإنسان بالدور الذي تقوم به المنبهات والمسكرات وهذا يذكرنا بمقولة ماركس شهيرة الدين أفيون الشعوب فيقول مفعول العزاء والسلوان الذي يقدمه الدين للإنسان يمكن المقايسة بينه وبين مفعول المنومات وما يجل الآن في أمريكا في زمن كتابة هذا النص أصطع مثالا على ذلك فقد كما نعرف أنه في أمريكا في الأشرينيات صدر قرار بمنع بيع ومتاجرة بالكحول فقال بأن هنا أنهم هناك يريدون أن يحرموا الناس تحت تأثير سيطرة النساء بالطبق كما حسب رأيه من كل منبه ومن كل شراب مسكر ويعرفونهم بالمقابل ورعا وتقوى ويعرفونهم يعني من العلف يقصد أنهم بدلا من منبهات والأشربة المسكرة قرروا أن يعرفونهم ورعا وتقوى وبمعنى أن هناك سكر مفضل على سكر محرم السكر المحرم هو الشراب الكحول والسكر والشراب المحلل هو الدين والورع والتقوى في موضع آخر صفحة 69 يؤكد فرويد أن الإنسان يمكن أن يحتمل مشاق الحياة عندما يقطع رجاءه بالغيب فيقول ولا شك في أن الإنسان سيتوصل يوم يقطع رجاءه من عالم الغيب أو يوم يركز كل طاقاته المحررة على الحياة الأرضية إلى أن يجعل الحياة قابلة للاحتمال من قبل الجميع أخيرا يعقد فرويد مقارنة بين دور الدين ودور العقل في تحقيق الأخوة الإنسانية وتقليل أو تناقص الألم الذي يتعرض له الإنسان ويرجح العقل على الدين في هذه المقارنة فيقول لما كانت أولوية العقل ستنشد في أرجح الظن نفس الأهداف التي يفترض في إلهكم أن يبلغكم إياها أن يبلغكم إياها وهي الأخوة الإنسانية وتناقص الألم أنتم تريدون بالتالي أن يبدأ الهناء بعد الموت مباشرة وتطلبون من هذا الإله أن يحقق لكم المستحيل ولا تريدون بالوقت نفس أن تتخلوا عن مزاعم الفرد والدعاءاته أما إلهنا نحن أي ويقصد إله العقل فلن يحقق من هذه الرغبات أو الرغائب إلا بقدر ما ستسمح به الطبيعة الخارجية وهذا سيتم رويدا رويدا وفي مستقبل غير منظور وبالنسبة لأبناء غير أبنائنا أما نحن الذين نشكو من الشكوى نشكو مرة الشكوى من الحياة فلا يعدنا بأي تعويض هذا الألم يقصد أن الألم لن يعدنا بأي تعويض هو مجرد نسعى بما نستطيع لأن يحصد أبنائنا ما ننجزه ويقول ولن يكون هناك مناص من التخلي على الطريق الذي تفضي إلى ذلك الهدف القصي عن مذاهبكم الدينية أي أن هذا الألم هو الذي الكفير الوحيد بمنحنا فرصة الخلاص من شدة هذه الحياة وآلامها فالطريقة الوحيدة والألم وهو الوحدة الكفير بأن خلصنا من مذاهبكم الدينية وعينئذ لن يكون من المهم أن تفشر المحاولات الأولى لنا كعلماء أو أن لا تكتب لنا الحياة أو أن لا تكتب الحياة للتشكيلات البديلة الأولى أو تكتب الحياة للتشكيلات البديلة الأولى وأنتم تعلمون السبب فما من شيء يستطيع على المدى الطويل أن يقاوم العقل والتجربة وتناقض الدين مع كليهما أمر لا يحتاج إلى بيان أكرر الجملة الأخيرة يقول أنتم تعلمون السبب أي أنتم أتباع الأديان أو المؤمنين بالأديان فيقول لهم ما من شيء يستطيع على المدى الطويل أن يقاوم العقل والتجربة وتناقض الدين مع كليهما أمر لا يحتاج إلى بيان قدمنا لكم ما قاله فرويد أهم ما قاله في بعض الكتبه ومنها مستقبل وهم لكنه لم يكتفي بهذا ولم يكتفي بأن يقول بأن الدين هو وهم لكنه أضاف وقال بأن الدين خطر أيضا يؤكد كما رأينا فرويد بكل وضوح أن الإيمان الديني هو وهم لا أكثر هو مجرد هوام وبالتالي هو يقدم تصورا لا يخصطين فقط بأنه يقدم وصفا لأي اعتقاد باعتباره وهما ما دام مدفوعا هذا الاعتقاد بتحقيق لذة ما ولكن هذا الأمر لا يعني بأن المسألة الدينية هي أمر باطل لماذا؟ لأن الحقيقة النفسية هي نتيجة لهذا النمط من الوهم أي أنها حقيقة واقعية لكن مع أنها ليس بحد ذاتها لديها أو فيها أي حقيقة بذلك اعتمدت إذا ما اعتمدت تلك الحقيقة النفسية على حقيقة ثابتة تاريخيا فإننا حين هذا نقيم الحجة إلى جانب النظرية الفرويدية بشأن الدين بأنها مؤكدة في الواقع فرويد لا بد أن نعترف بأنه على صواب إذ يؤكد غياب المصداقية الدينية فعبر أكثر من قرن هو درس التراث اليهودي وخاصة وحاول أن يطبق عليهم في الطوضم والحرام نظرياته حول الدين من مقت الأباء للأبناء لأبيهم الذي هو الذي دفعهم إلى قتله لأنه استحوذ على نساء القبيلة أو العائلة وأن هذه الواقعة هي تشكد بالنسبة للحجة الدامغة التي تؤكد بأن قتل الأب هو منبع تمجيد فكرة الرو فيهوى وهو الإله اليهودي لا يزيد على كونه تصعيدا لإحساس عام بالذنب وهذا هو مختوى هذا هو الذي تفرغ للبحثه في آخر كتبه موسى والتوحيد والذي نشره بعد وفاته أو قبل وفاته بفترة قصيرة جدا خشته ردت فعل عنيفة ضده طبعا هناك ثغرات لا تعصى كثيرة جدا على طرح فرويد حول موضوع الدين وموضوع الإله والأب وعلاقته بالأب والطفل وجريمة قتل الأب وأودي هذه كلها ثغرات وتعرضت إلى نقص شديد جدا لكن الملاحظ والمهم جدا أنه هو الأول الذي وعى أن كل علاقة للإنسان مع الإله تمر حتما عبر وساطة الأب وأن الإنسان وإن كان في هذا يعني لا يجني شيء من جراء هذه الرغبة من واجبه كشف هذه الوساطة ومعرفتها لماذا لأجل تحمل ازواجية علاقاته ودوافعه وأولويات دفاعه من أجل إجراك أفضل لها يقول فرويد إذا كنا مهيئين للتخلص من جانب مهم من رغباتنا الطفولية فأننا نستطيع تحمل أن بعض ما نرجوه بمثابة الأوهام يبدو يعني هنا يتضح قول فرويد بأنه يقدم لنا نوع من تراجيدية هو حين يضع الإنسان أمام الخيار الوحدة المقبولة بالتنازل عن رغباته للهروب خارج الوهم الديني في التحليل وأنها هي يعني بشكل متكرر هي رسالة متشائمة وهذا مسلان من كتاب مسلان سنة 2009 الصادر صفحة 150 أشارة لهذه القضية هنا يقول خزع الماجي في تاريخ الأديان أو علم الأديان صفحة 190 يذهب يقول بأن فرويد كما أشرت لأن الدين ليس وهم الفقط إنما هو خطر لأنه يميل إلى تقديس مؤسسات إنسانية سيئة تحالف معها على أمر التاريخ وفضلا عن ذلك فإنما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد في الوهن في الاعتقاد في وهن أولا وأيضا يتهم فرويد الدين بأنه حرم التفكير النقدي وبما يجعله مسؤولا عما أصاب العقل من إملاق ووجه هذا الاتهام أيضا ضد الكنيسة كما نعرف مفكروه عصر الإستنارة ومعظم من فكرين الأحرار عبر التاريخ أهمية نقد الدين من جانب تحريم التفكير النقدي أكبر من أهمية ما تعرض لهم النقل من قبل ديفيد هيون في القرن الثامن عشر وبقية فلاسفة التنوير من فورتير وجان جاكروسو وغيرهم لماذا؟ لأنه هو في سياق التفكير التفكير الفرويدي بيّن في عب بطريقة تحليلية أن كبت التفكير النقدي في نقطة معينة يؤدي إلى أفقار قدرة الشخص النقدية في مجالات أخرى من الفكر ومن ثم يعوق قوة العقل وأيضا قدم اعتراضا ثالثا في كتاب أيضا لإريكو فروم حول فرويد صفحة 110 اعترض فيه فرويد على أن الدين هو يضع الأخلاق على أسس مهزوزة أشد الاهتزاز فإذا كانت صحة المعايير الأخلاقية تستند إلى كونها أوامر إلهية فأن مستقبل الأخلاق ينهض أو يتدعم الاعتقاد في الله ولما كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الديني في سبيله إلى الانحلال فأنه مرغم على افتراض أن الارتباط المستمر بين الدين والأخلاق سوف يؤدي إلى تحطيم قيمنا الأخلاقية هذا حسب قول إريكو فروم صفحة 17 من طبع سنة 1977 فروم أيضا يرى ببناء على هذا أن التشدد والتعصب والجمود الذي أتت به الفرويدية في تفسيراتها يشبه ما أتت به الماركسية حيث يقارب إريكو فروم بين النظرة الفرويدية الأرثودكسية وبين النظرة الماركسية الأرثودكسية فيقول أنه أفسر الفرويديون اللوائي الفردي وتعاموا عن اللوائي الاجتماعي بينما أدرك الماركسيون الأرثودكس أن أثر العوامل اللوائية للسلوك الاجتماعي ولكنهم تميزوا بعماهم في تقدير الدافع الفردي يعني نظرة معاكسة فيما بينهما لكن يقول أن الماركسيون أدركوا أثر العوامل اللوائية لا واعية للسلوك الاجتماعي لكنهم تميزوا بعماهم أيضا نفسه عن تقدير الدافع الفردي الذي ركز عليه سيغمون فرويد وقد أدى هذا إلى تدهور في النظرية والتطبيق الماركسيين الماركسيين حسب تعبير إيريك فروم كما أدى إلى ذلك تماما في الظاهرة المعاكسة إلى تدهور في النظرية وطريقة الألات في التحليل النفسي ولا يجب أن يدهش ذلك أحدا لأننا حين ندرس المجتمع أو الأفراد فنحن دائما أمام كائنات إنسانية وهذا يعني أننا أمام دوافعة لا واعية أي أننا لا نستطيع أن نعزل إنسان فردا عن الإنسان عضو كعضو في المجتمع وإذا ما فعلنا ذلك فإننا لن نفهم هذا ولا ذات هذا حسب قول إيريك فروم في الجزء الثالث والأخير سأقدم مشة نظري في بعض الآراء التي طرحتها في القسمين الأول والثاني فكونوا معي في خاتمة قسم الثاني تحدثت عن الفرق بين نظرية الماركسية والنظرية الفرويدية حول موضوع الدين الفرويد يرى بأن الدين هو ناتج عن نزوء فردي بينما النظرية الماركسية تفترض أن المشكلة تبدأ بالمجتمع هذا هو أيضا قريب إلى تصور يونج أيضا وبينهما خلاف أساسي الأول يعتقد بأنه هو الدين يعني هو تعبير طبيعي عن لاوعي جماعي أما حسب يونج أما فرويد فأعتقد بأنه كان أصاب جماعي آآ رأيي بأنه آآ كلاهما على خطأ أي أن المسألة ليست مسألة آآ هنا لوجود أصاب جماعي آآ مقابل لاوعي جمعي آآ حسب آآ كل واحد منهما لماذا؟ لأنهما آآ ينطلقان من الفرد كلاهما ينطلقان من الفرد أو ينظران من الفرد وآآ يصدران أحكامهما أو آآ أفكارهما والصحيح برأيي هو الانطلاق من الجماعة في ذهن الفرد فهنا أعتقد أننا سنجد التحليل سبل التحليل المنطقية الصحيحة الفرد في رأيي لا يرى نفسه إلا في إطار الجماعة ولا يستطيع شيئا غير هذا أنه ليس بالتالي أنه ليس جزءا منهم يعني أنه الفرد عادة يكون ضمن الجماعة عندما نقول فرد لا يعني أنه فرد يمتلك شخصية الشخصية مفهوم حديث لا سابقة له ويعني بأنها شخصية لها إرادتها الخاصة ووعيها الخاص وأفكارها الخاصة التي فيها شيء من الأفكار أو المعتقدات أو الثقافة التي يوجد فيها الإنسان المعاصر لكن قديما أو على 99% من التاريخ البشرية الفرد هو ليس جزءا من الجماعة إنما هو وجه الآخر للجماعة والذي لا يستطيع أن ينفرد عنها أو ينفصل وإلا فقد حياته أو فقد وجوده بأكمل أو فقد معناه ولم يعد لثقافته أو وعيه أهمية ولا قدرة على التواصل والتوارث في قول من أقاول التي ذكرتها يقول فرويد أن الدين بحث حر أن الدين بحث حر عن المعنى المطلق وأقول كلا الإنسان في الحقيقة لا يبحث عن المعنى بل عن الاستقرار والأمان ودوام الحال هذه هي أولويات الإنسان المعنى فكرة وضعها الفلاسفة والفكرين وأيضا رجال الدين المعنى المطلق بالتالي في رأيه هو وسيلة وليس غاية الدين كذلك والعلم وكل شيء أي كل ما يحدث هو محاولة تثبيت حقيقة ما أو تثبيت واقع ما أو وجود ما كينون ما داخل هذا العالم والفوز دائما بحالة من حالات تثبيت ماذا يعني حتى أول ضحي ربما اختلطت على البعض أقول بأن الإنسان لا يبحث عن معنى إنما يبحث عن استقرار وأمان معنى المطلق الذي يدعيه الكثيرون وحروب المعنى التي تحدث بين الجميع هي ليست أكثر من وسيلة ليست هي الغاية أن نفوز بالمعنى أو نحقق معنى أو نفهم ما هو المعنى من وجودنا وعملنا وكل أفكارنا وكل ما نفعله المعنى ليس هو الغاية الدين أيضا ليس هو الغاية ولا العلم هو الغاية ولا كل شيء الغاية الوحيدة هي التثبيت والوقوع في حالة التثبيت التي تمنعنا من تخلصنا من لعنة التغيير المستمرة التي يجب أن تكون هي الحالة الثابتة المتغيرات هي الحالة الثابتة التي يجب أن نقع فيها جميعا وعلينا أن نثبت أنفسنا ضمن هذا الانهيار المستمر للوجود ولكل الشيء في الحياة والانهمار أو المطر المستمر من المتغيرات التي لا تتوقف ولو لثانية واحدة حتى أنا أتكلم معكم الآن وأنا أغير أتغير أغير كلماتي أغير أباراتي أغير حركاتي أغير أفكاري أغير كل شيء أنتم ترونه فدائما نحن دائما نبحر في السفينة سفينة المتغيرات في كل حال وفي كل حين وفي كل لحظة هذا رأيي بأنه الإنسان بسبب هذا الوضع وهذه السفينة الرجراجة والسفينة نفسها أيضا ببحر متلاطم والبحر متلاطم في بحر متلاطم من الوجود هذا البحر متلاطم من محيطات ضمن محيطات ضمن أرض الأرض نفسها تغني وفي قلبها الحديدي نيران وحمم تظهر أحيانا على شكل سلازل وفراكين وحمم وأيضا هذه الأرض بحذة هي جرم يدور حول الكون والمجرة بأكملها في حالة سقوط حر في عماء لا أول له ولا آخر هذا كل سلسلة متغيرات الكائن الذي يوجد هو يحاول أن يثبت هذا الإنسان بالتالي هو الذي يأتاج أن يخترع حالة ثوات وهمية ثم عليه أن يصدقها وبقوة علينا حتى ربما يقلك هاي نظرية أو شيء حتى نعرف أهمية هذا التصرف أو اللجوء إلى حالة ثابتة علينا أن نتصور العكس وهو عدم تصديق بأي شيء تصور أنك لا تؤمن بأي شيء تخيل هذا للحظة واحدة حتى عندما لا تؤمن بشيء أنت تؤمن بشيء في الضرورة إن هذا الدور الفلسفي ضروري لأنه حتى عندما تقول أنا لا أؤمن بشيء أنا ملحد أنا لا أؤمن بإله أنا لا أؤمن بالحقيقة لا أؤمن بالمعنى فأنت في هذه اللحظة أيضا تسقط في الليل ماذا؟ لأنك يجب أن أن تجد لك حالة ثابتة تستقر عليها أو تنطلق منها هي مقولة بالمقولات الأساسية في العقل البشري ولا يعمل بدونها أي أنا أعتقد بأنني لو كنت على على قدرة أو نفس نفس إيماني إيمانويل كانت في البحث عن الكاتيجوريز الخاصة بالعقل البشري أو المقولات الأساسية العقل البشري لا أضفت حالة التثبيت كحالة أساسية بل سابقة على كل المقولات التي وجدها وعتر عليها إيمانويل كانت في عام عندما أصدر كتابة نقد العقل المهض أعتقد سنة ألف وثمانمية وسبعة وثمانين ألف وسبعمائة وثمانين وسبعين أو ألف وسبعمائة وثمانين وثمانين ما أذكر بالضبط وعليه فأن غياب الجحيم أو أن غياب المعنى هو الجحيم بعينه وهو الذي يولد الطراب شامل ولا يمكن أن يحتمل وبسبب أنا نعرف أنه سنويا تنتحر الملايين وسنويا الملايين تجن وتدمن بل وتتدين الدين هو بحد ذات محاولة للهروب من جحيم اللا معنى اللا معنى هو معنى آخر هو اللا ثبات اللا تثبت اللا وجودة لمرجعية ما يستند إليها الإنسان مع نفسه ومع محيطه بإذا محيطه سواء محيطه الإنساني الاجتماعي الجماعي أو محيطه الطبيعي فأنت لا يستطيع أن تنطلق من مكان إلى آخر دون أن تثبت مكانك بطريقة أو بأخرى لا يستطيع الإنسان أو أي كائن حي أن يخرج من حيث لا مكان لابد أن تثبت مكاناً وزماناً محدداً حتى تفعل ما تفعل أو تقول ما تقول أو تفكر فيما تفكر حتى لحظة حتى وإن كنت في مكان محدد وزمان محدد ولحظة محددة لابد أن تثبت قضية ما في ذهنك وهذه المقولات التي تحدث عن أن لو كانت لدي هذه المطاولة التي لدى الفلاسفة لا حاولت أن أقدم أسس منطقية وعقلانية دقيقة لما أتحدث عنه المقولة التي أتحدث عنها بالتالي الدين هو حل فردوسي بمعنى الكلمة لأن يعيش الإنسان هذه السعادة الأخروية السعادة الموهومة الجنة بالتالي ليست وعداً إنما علاجاً وهمياً لكنه علاج ناجح جداً العمل أيضاً هو علاج وهمي من هذا النوع يعني يمنحك معنى وإن كنت أحياناً تحتاج على هذا المعنى أو بسبب العمل الشاق وارتباطك باشتراطات العمل الخاصة بنوعية هذا العمل لكن هذا يعني يبقى هو وهم جميل وهم يعطيك المعنى أو في ناس يعني مجرد أن يتوقف هذا العمل من أتهم والدي فقط وصل يعني إلى مرحلة أنه توقف عن العمل بوراً شاهدت بأنه انهار تماماً وأصبح يعني انخفض وزنه وحتى حركته صارت محدودة وبعد ذلك توفى الله فبالتالي أيضاً ممارسة الجنس كذلك من المعنى أنه لكن المشكلة للجنس أنه يعطيك معنى سطحي ووقتي لا يعطيك معنى مستمر كما يمنحك إياها الدين الدين هو بطريقة وباخرى هو سعادة وأورغازم جنسي على مدى زمني غير محدود فهذا إرادة لحلقة وشرح خاص به ما يسميه علماء النفس بالتالي بالاضطراب النفسي مصدره هو الاختراب الإيماني الابتعاد عن الدين هكذا هو يعني ليس هو التفسير صحيح إنما هو الابتعاد عن حالة الثبات الذهني وأيضاً ضمن هذا طبعاً الثبات الاقتصادي الشخصي راح يكون أمر مؤثر لكن هذا أمر مختلف نوعياً لكنه أيضاً ضمن الحالة الجحيم عليه ليس لإنسان متدين بصفته ظاهرة دينية أو حضارية إنما بصفته نجساً أو بشراً منعزلاً تفرد إفراد البعير الأجربي كما يقول الطرف ابن العبد يعني البعيد المعبدي يعني الأجربي فالتفرد من الفرادة والفرادة هي جزء من القطيع فكلمة الفرد والإفراد لها علاقة بالقطيع وليس لها علاقة بالشخص فإن البعير الأجربي يبقى هو منتسب فرد من أفراد الجماعة لكنه فرد مطروط يبقى محسوب عليهم أو يبقى تبقى صفته هي صفة هذا الفرد لكنه معزول ومطروط أي هو منتصل ومنفصل هو منتصل بتسميته وتشخيصه وتحديد هويته لكنه في الوقت نفسه هوية مرفوضة لسبب ما لا يتعلق بفرديته لسبب يتعلق في طبيعتها التي لا تتأقلم مع طبيعة بقية الأفراد الجوهرية وليس بصفتها يعني هذه الطبيعة اختلفت لأنه هو هو أراد أن يختلف لما هنا هو أشبه بالطفرة الجينية الغير مرغوب بها يعني سواء طفرة الجينية سيئة أو حسنة هي بالحالتين المفوضة فالإفراد البعير الأجربي هو لأنه طفرة الجينية أدت به إلى الجرب أو طفرة صحية أدت به للمرض أيضا هناك من تطفر لديها طفرة المية طفرة عبقرية وهذا أيضا يفرد إفراد البعير الأبعادي يعني لماذا المعبدي لأنه سيدمن القطيع فهو ليس فقط المريض أو الأجرب أو السيء أو الشرير يتم إفراده لكن أيضا الفرد الذي الذي ينبغ باخر هذه الجماعة لأن هذا النبوغ سيدمر جماعة ويحولها إلى أشتاة مشتتة الأشياء الذي فعله فرويد هنا كما قلنا بأنه اكتشف اللاوعي وهذا مفهوم طبعا هو مفهوم سابق عليه ليس باكتشاف فرويد لكن هو اللي فسر من خلال ارتباط الدين ببنية هذا اللاوعي داخل الإنسان لكن أنا أرى بأن هذه الحاجة الحاجة للثبات والخلاص من الشيطان المتغيرات داخل الإنسان وفي كل شيء حوله هي التي ولدت لديه الحاجة لعقيدة أو إيمان ما وليس هذا اللاوعي الذي تحدث عنه فرويد هذا الثبات أنا مع هذا لا ينتج دينا لوحدة ولا ينتج سلطة بل ولا حتى لغة فهذه كلها نواتج عمليات تفاعلية مع الآخر الإنساني ولا معنى لها بدونه لكن ميزة هذه التجمعات والعلاقات أنها ترفع نسبة الإحساس بالثبات تروي العطش الذاتي لإنسان المنفرد للاستقرار وتعجل عبر العنف التعاوني في رغبته بتوفيرها وتعزيز قدرته أيضا على التثبت والتثبيت لهذا نجد أن التحالف بين هاتين الحاجتين متداخلتين للعنف وللتثبيت أفرز ما نسميه دينا أو سلطة أو عشرة أو أي تجمع تعاوني بشري نقول أنه حضارة مثلا ومشاريع علمية وهذا يعني رجعنا للدين نفسه للدين عندما كلما يتطور في توفير هذه الخدمة كلما ارتفعت حضوظة في الانتشار وتبشير أي توفير أو التحالف بين حاجتين الأساسيتين لكل إنسان وحاجة الماسة للعنف والتثبيت أيضا لنسميها دين هذا ما نسميه دين أو أي مؤسسة جماعية أنا بالنسبة لي أسميها دين مؤسسة جماعية مثل الدولة هي أيضا أسميها دين لكن بالمعنى الذي أنا عنيه وليس بالمعنى العام أو الشاعر بعد الفاصل راح أتحدث عن الحضارة والدين ولماذا الدين هو عدو الحضارة ولماذا الحضارة بالقياس نفسه هي عدوة الدين وهذا الأمر راح أتركه بعد الفاصل فابقوا معي لو سمعتم وعذرا على الإطالة لأنني كنت أنوي فقط تقديم نبذة أو فكرة عامة عن نظرية فرويد في الدين والإله قال فرويد عن الحضارة بأنها تؤدي إلى الألم والمعاناة وهذا صحيح طبعا لكنه لم يقدم تفسيرا لأنه يقدم نظرية تركز على الإنسان الفرد وليس الإنسان القطيع وهناك فرق بين الإنسان الفرد والإنسان القطيع الإنسان ليس إنسانا لابد أن ألفتنا أن نتباه إلى مسألة إنسان ليس إنسانا بدون القطيع فلا حاجة بالتالي أن يسمى إنسانا لأنه لا يوجد داعي إحنا كنا نعيش تجربة أو أشنا هذه التجربة عندما نكون نختلي بأنفسنا في مكان ما أو في فرصة ما ونشعر على ثقة تامة بعدم موجود إنسان آخر لاحظوا إنسان آخر أو كان آخر بعنا حينها سنفعل أشياء مضحكة وغريبة جدا وحمقاء إلى درجة بعيدة جدا لماذا؟ هذا السؤال المهم يجب أن نفطني لهذه الحقيقة أو لماذا نعتبر هاي الأشياء التي نقوم بها مضحكة وغريبة وغير منطقية ويعني سمجة وحيانا تافهة وبعضنا نعدى عادات في غاية الغرابة فليش؟ ممكن نعدد كل واحد أدى أشياء غريبة لكن هذا الإحساسنا بوجود هذه الأشياء أننا نفعل أشياء غريبة ومضحكة وحمقاء هذا الإحساس ليس من وجهة نظرنا كأشخاص كذوات منفصلة وخاصة ومتفردة أو يونيك إنما من وجهة نظر الجماعة أو الثقافة التي ننتمي إليها نحن بالتالي نضحك على أنفسنا بالصورة الجماعة المنطبعة داخل أثانينا باعتبار أن هذه النفس التي ننطوي عليها هي نفس سادجة وحيوانية وغير مؤدبة أو غير متحضرة وغير ولا تتصرف بطريقة لائقة لكنها في النهاية هي نفسنا الحقيقية والتي نرفض أن نعترب بوجودها إلا حين يخلو الجو ونشعر بعدم وجود أحد من البشر والجماعة التي ننتمي إليها بالقياس نفسي أحيانا نقوم بأفعال مع ناس من مجتمعات أخرى نقوم بهذا الأشياء بطريقة يعني نرفع كثير من التحفظات عندما نجد أنفسنا في أماكن ليس فيها الجماعة التي نشعر بضرورة المراعاة وجودها وتغيير طبائعنا وأفكارنا معها حتى أحيانا مع الأطفال نتصرف بطريقة مختلفة تماما عن طريقة المعتادة المهم الجروب أو الجماعة التي ننتمي إليها نشعر بأن هذا الإنسان تشعر بأنك كإنسان هو وجه من وجوه الجماعة ويجب أن تثبت دائما لجماعة بأنك ضمن السياق أو نظام الاتصالات والعلاقات والقوانين والأعراف التي يتحالف على الجماعة ويجب عليك أن تعبر عنها في كل لحظة من لحظات حياتك حتى زوجتك أو أبنائك أو أهلك وأقرب الناس إليك دائما هناك نوع من التآمر عندي حلقة عن مؤامرة الدين النوع من التآمر على صيغة وشكل تشكل ما يجب أن يحافظ عليه الجميع هذا التشكل هو الذي يمنح انطباعاً بوجود نوع من التضامن والتواحد واللا انقسام الحالة للصلاة الجماعية الآن في رمضان مثلاً هو يعتقد بأنه يؤدي فراغ الله وفراغ المقدسات هو بالحقيقة هو يسوي هذا الفورميشن سوي هذا التشكيل الجماعي أو هذا الكردوس بالمعنى العسكري هذا الكردوس الذي سينظم العنف وينظم قوة هذه الجماعة تجاه من؟ هنا سؤال تجاه الطبيعة، تجاه العالم، تجاه الوجود نفسه، تجاه الجماعات الأخرى المنافسة وطبعاً دائماً لا تجي الجماعة أخرى إلا وهي منافسة هذا موضوع إرادة بحث أكثر طبعاً وجد نظر فرويد في الحضارة فيها مشكلة فيها أنه هو ماذا يقول؟ يقول أو هو يركز على الدافع الجنسي للسلوك الإنساني عموماً ويعتبر السلوك الجنسي على وزف الخصوص هو منشأ الدافع الجنسي وهذه النظرية ما تدعي بأنه الإنسان يتصرف أو يعتنق مع الدين نتيجة لكابة جنسي طفولي تحديداً طبعاً هذا لا بد أي واحد يعترض ويقول ما أقوله هذا الطفل أدى وعي جنسي يعني؟ لا وجود لوعي جنسي لدى الطفل ولا وجود لأي مال جنسي لديه في هذه المرحلة بل أنه لا يفهم الموضوع على الإطلاق لا يفهم الموضوع ليس لأنه مثلاً لا يتعلمه إنما لا توجد له الدماغة ما زالت محدود القابليات وقدرت على التلقي والفهم ما زالت محدودة والمسألة يعني فيجيولوجية طبيعية وليس مسألة أننا نفترضها ومثبتة بالأدلة العلمية الدامرة بالتالي إحنا عندما يدعي أو يفترض فرويد أن الدافع الجنسي الفردي للسوكسان هو هذا الذي ولد الدين هذا فيها دور يعني نقدر نقول دور فلسفي أو دور منطقي فهو من جهة يقول الحضارة هي التي تحدد ميول الفرد وهي التي تكبت هذه الميول بعد شوية رح أوضح ماذا قال عن الحضارة ولكن هذا الكبت نفسه الذي يكبت الطفل الذي يدفع الكبت لأن يكبت دوافع الجنسية هو نفسه ينتج الحضارة يعني حتى وضحها ومن جهة يقول أن الحضارة البشرية والمجتمع البشري هو الذي يحدد من ميول الفرد وبما يؤدي إلى كبت هذه الميول وقمحة فتظهر بعد ذلك على شكل أقدة أوديب من جهة أخرى ماذا يقول؟ يقول أن الحضارة وهذه الحضارة نفسها والفنون البشرية وكل تعبيراتها هي وليدة هذا الكبت وهذه الميول الجنسية من خلال عملية ما يسميه عملية السقاط حيث تظهر أنك عكاسات هذا الكبت على أشكال مختلفة منها الدين أو الفنون أو غير ذلك فهذا الكلام فيه تناقض واضح وأصلا لأنه هو فرويد لأنه انشغل يعني توغل كثيرا في تفسير في تقديم تفسير أحادي قاصر لظاهرة إنسانية هي الدين هي في واقع الحال ظاهرة معقدة جدا ويفترض بنا أن لا نقصر فهمنا على أحد عواملها أو أحد مصادرها وأن أيضا عند فكرة يقول بأنه في نظر فرويد يقول بأن الأديان هي توهم الإنسان بأنه قادر على تربية رغائبه وحاجاته الدفينة وطبعا أكثر هي رغبة كما يدعي أنه رغبة الطفل البائس في الفوز بالحماية والعاطف والمحبة وأيضا دوافع الجنسية الخفية كما يقول ويرى بأن سحر الأديان هو نابع من سر قوة الرغائب المكتومة هذه أنا رأي لها هذا كلام غير دقيق ورأي بأن الأديان ليست هي الساحرة إنما حاجة الطفل هي التي ولدت الأديان وهي التي جعلتها تنجح يعني أنا أقول لأنه يجب أن لا نقدم النتيجة على السبب ونجعلها سببا أول ويعني حتى وضع أكثر أن تفسير فرويد لأصلها هو عدة تفسير لأصل هذه الرغائب البشرية ويقول بأنها تعود لعقدة أوديب التي هي تنشئ بنية الشخصية الإنسانية وهي التي تدفع بالإنسان الاستئثار بعاطفة الأن في حالة الطفل الذكر خاصة وبالقياس على بعاطفة الأب في حالة الطفلة الأنثى غير أن هذه العقدة هي التي تجلب على الإنسان قضية الشعور بالذنب وأيضا تجلبه الرغبة بالتطهر وهي التي تسهم في بناء المنظومة الإخلاقية الضابطة أو الضبط وعوامل الضبط الإستماعي أنا أرى كل هذا الكلام بعيد كلياً عن أصل الموضوع الطفل حسب علمي الآن يحب أبويه ويرتبط بهما جوهرياً بل أن هذا الطفل عاجز في سنه المبكرة عن أي فعل أي شيء آخر هو يحب أولاد يتقبئ أبويه ويعتبرهم فوق الآلهة الخوف بداخله بالتالي ما زال لم يتخذ شكلاً محدداً بل أنه لا يستطيع التفريق بين الأب والأم إلا من حيث يعني حجم الرعاية والاهتمام يعني هناك مسائل واضحة بالنسبة له ما يتعلق بالحضارة حتى أختم هذه الحلقة أقول أنه ما يتعلق بالحضارة هو مبنى على فكرة فرويد بأن الدين عبارة عن أوهام مقدسة وهذا الأهم هو الذي يؤدي بأن يوجد فرد هو دائماً يكون عدو المجتمع وعدو الحضارة أيضاً وهذا الذي ولد الفرد رغبات خطرة يجب أن يكبح هذا الفرد نفسه لحماية هذا المجتمع من هذه الرغبات الكثيرة زنا المحارم وأكل لحم البشر والرغبة الشديدة في القتل وممارسة العنف في رأي فرويد أنه الإنسان أو طبيعة الإنسان هي أنه غير اجتماعي وأنه متمرد دائماً ولديه رغبة قوية ورغبة جنسية قوية جداً وأيضاً في الوقت نفسه رغبة في الدمار وأنا أرى بأنها كلها هي رغبات في ممارسة العنف يعني تحت باب واحد نضعها يقول فرويد يقول بأن هذه الرغبة للإنسان في التدمير تظهر عندما يكون مجبر على التعامل مع غيره داخل المجتمع واحد أو أنا أقول أيضاً عندما يكون ضمن دين واحد وفرويد يرى أنه لا بد بالتالي من سيطرة الأقلية على الأكثرية في المجتمع ويوضح هذا بأنه يقول مثلاً هذا يعود لأن أفراد المجتمع عموماً ليسوا على قدر كبير من الذكاء والثقافة لأنهم لا يستطيعون أكبح هذه الغرائز والرغبات ولا يمكن أيضاً إقناعهم بضرورة نكران هذه الرغبات والغرائز وهذه الأقلية التي الحاكمة هي التي تحمي هذا الجموع من بعضها البعض وتضبط تصرفاته كمها من كتاب التحليل النفسي للدين أنا رأيي ردي على مقولة أيضاً فرويد بأن إنسان محروم السعادة بحجة أن الحضارة تحرمه من مرسة الجنس والأدوان أنا أقول بأن الإنسان فعلاً كما يقول محروم من هذه السعادة ولكن السؤال ما هي السعادة؟ السعادة هي فعلاً السعادة بأن يعيش الإنسان هذا العنف وعلى العكس الدين لا يقمع هذه السعادة بالعكس يضبطها ويوجهها والدين وجود الدين بالتالي هو يوفر للإنسان هذه السعادة أي أن الدين صحيح هو يقمع الغرائز الجنسية لكنه يقمعها داخل القطيع الديني أو داخل الجماعة أو القطيع الذي هو الدين نفسه عندي حلقة قلت فيها بأن الدين هو تعريف الدين هو تعريف العنف هو العنف بحذ ذاته يعني هو ليس شيئاً آخر وهذا العنف يتجسد من خلال الإله الله لا يوجد إله غير عنيف وإلا ماذا نفعل به لا يوجد إله لطيف لا بد أن يكون عنيفاً وإلا الإله اللطيف يعني عندنا مثل بالعراق يقول السيد اللي ما يشور يعني ما ينفع يعني شو عمل فيه السيد لا يشور أو إمام أو الشريف أو إنسان مرقد مقدس لا يشور أو لا يعمل شيئاً ضد الآخرين لا قيمة له فبالتالي هو إله الذي لا يشور أو لا يصيب الآخرين بالشر لا قيمة له وكلمة إنه السيد لما يشور يعني السيد لا يمارس الشر هي يشور اشتقاق اللهجة العراقية للشر يعني تفعيل كلمة الشر وتحويلها لا يشور كما أحسب يعني كما أتوقع فالله الذي لا يشور أو لا يعمل فعل الشر فهذا ليس بإله يستحق الاحتفاء أو يستحق الزيارة أو الحج إليه أي أنه لا يستحق تكبد عناء السفر إليه وأخذ الأولاد والجماعة وتقديم النذور والقرابين له فهو ما يشور فهذا معناته شنو؟ معناه الإنسان بحاجة إلى ممارسة العرض يريد إله يريد شيء أو قوة مقدسة ثابت في داخله ويشعر بهذا ثابت ولا بد أن يكون ثابت ليس في داخل الإنسان لا بد أن يشعر بوجوده في مكان ما لكي يستطيع تنظيم حركته داخل العالم داخل وجوده بأكمله أن تثبت نفسك داخل نفسك مسألة ليست سهلة وليست بمقدور أي أحد والغالبية العلمة من الناس تثبت نفسها من خلال المرقد بعض الناس يعبدون جرار جرار زراعي تركتور فتشوف أنه يتعبد لهذا تركتور وبالحقيقة يريد شيئا يمسك به يريد شيئا يشعر بأنه هذا قطب الكون وهو هذا مركز الكون ويريد أن يدور حوله وهذه هي السعادة اللي يسميها فرويد إنسان محروم للسعادة يريد أن يشعر بأنه يمارس يمارس هذه السعاءة لذة الأنف لذة الأدوان على الآخرين والاستمتاع بانتهاك كل شيء الانتهاك في داخل الإنسان انتهاك المحرمات انتهاك المقدسات أيضا فيها لذة كبيرة أو أيضا اللذة الأكبر التي يوفرها الدين من جانب آخر أنك تنتهك محرمات الآخرين بالتالي نفهم أن المحرم هو بالنفس ممكن أن يكون مدنس وممكن أن يكون مقدس مقدساتنا هي التي نحتفل بها نحن وهي الثابت الأساسي الذي نعنى كل ما أدى هو مدنسات فبالتالي نحن ننتهك محرمات الآخرين باسم المحرم أو المقدس الخاص بنا فبالتالي ماذا نفعل نحن؟ نحن لا نضحي بالعنف وسعادة أو نشوة العنف أو الأورغازم الذي يمنحه لنا العنف فيما بيننا كجماعة إنما نواحد هذا الأورغازم ونمارسه بشكل جماعي ضد الآخرين وعليه عندما نلاحظ الحشود المؤمنين عندما تخرج غاضبة وتصرخ أحيانا تشوفون مشاهد بعض المظاهرات ضد حرق أو رسوم المسيئة لرسول الكريم تشوفهم طالعين بشكل مخيف من الصراخ هذا أورغازم أورغازم الذي يوفر حاجة هؤلاء إلى ممارسة الأنف وبإسم وعندما تحدث ما يقول لك هذا الدين هذا الدين الواجب الرسول المقدس الكذا الكذا لكن بالحقيقة هو مستمتع وعندما ترى الرجال الدين عندما يتحدثون ضد الآخرين وهؤلاء كفروا وهؤلاء ملحدين وأنت كذا وأنت كذا تشعر بداخل نوع من السعادة واللذة بأنه فتح هذا يعني البركان الحمم المشتعلة داخل المتعطشة للخروج وممارسة العنف بأبشع صوره كما يقال لكن بالنسبة له بأجمل صوره لأنه يقول لك أنه يد الله فوق أيديهم هناك آيات في الدين سواء بالقرآن الكريم أو بالإنجيل والتوراة تجد آيات فيها سعادة بممارسة العنف الإله عندما يشم رائحة الشواء وهذه القرابين التي تقدموها لي أشم رائحة الدم وأنا يعني وما أكو آية ما أذكر بالله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت إنما الله رمى ولكن الله رمى فهو يعني شوف أكو سعادة في عملية هذا مو موضوع تفسير ديني لكن أنقلك هذه الرغبة أو الشهوة في قتل الآخرين الكفرة الملحدين الذين كذا وكذا وكذا المشركين أي تسمية كانت المهم هذه الرغبة تم تنفيذها وتحقيقها وبمعونة من الله أن الله هو نفس الذي قتلهم نحن لم نفعل شيء نحن بالنسبة لنا ما رسنا عملية القدر بأمر من الله لكن بالحقيقة الله هو هو الذي نحن يعني نحمله وزرك كل شيء بالحقيقة يعني أنا لا البعض يتحدث كالله هو عنيف وهذا الإله قاتل ومجرم ويحب سفك الدماء ويشم رائحة الشواء والعنف ويدمر مدن كاملة عن بكرة أبيها أطفالا ونسان لمجرد واحدة أثنين عملوا شيء سيء مثل قوم لوط ثم ثلاثة أربعة أو فمدن بالأطفال ويقول لك وهذه التساؤلات الإنسانية البسيطة هي خلينا نفهم إنسان كان عنيف يعني ليش نجامل أنفسنا ونكذب الحقيقة إنسان كان عنيف ومتعطش للقتل وللعنف والأدوان بالتالي أرجع لموضوع الأساسي إنه الدين هو الذي يوفر ويجهز ويمأسس عملية العنف ويحولها إلى فعل جماعي كامل وهذا هو عكس ما تفعله الحضارة الحضارة ماذا تفعل؟ تفعل عكس هذا تماما الحضارة تقول هذا العنف يجب السيطرة عليه ليس بتحشيد أسباب العنف بأن نستقر جميعا ونهدئ نهدئ ونسيطر على هذه الحمام البركانية الموجودة داخلنا ونزرع كما يعني مثل ما الحمام البراكين عندما تخرج هذه الحمام تخرج بأقصى طاقتها لكنها تتحول إلى تربة خصبة جدا ممكن أن تزرع عليها كل شيء يعني تظهر نباتات من أروع ما يكون وأكثر وتعطي ثمارا رائعة فنفس البراكين العنف الموجودة داخل الإنسان الحضارة تأتي وتهذبه لكنه مرفوض لأنه عكس المطلوب الحضارة تفعل عكس المطلوب يعني الحضارة تفسد على الإنسان راحته وسعادته ورغباته وتدمرها الدين أيضا يفعل هذا الشيء لكنه يفعله ليس لكي يتخلص بها بل لكي يوجهها ضد الآخرين هذا الفرق بين الدين والحضارة الدين هو الذي لهذا السبب تشوف الدين مرغوب أكثر من الحضارة الحضارة تتطلب سيطرة هائلة على العنف داخل الإنسان سيطرة هائلة على الرغبات على العواطف هاي كلها ضد الإنسان يعني ضد الإنسان يفعله كأن هو بيولوجي يعني هو حفنة من كم تريليون خلية متجمعة مع بعضها وكونت هذا الكائن الذي يدعى الإنسان أو أي كائن مخلوق أو كائن طبيعي حي فالحضارة تدمر هذا تقتل هذه الرغبة العنيفة داخل الإنسان الدين يوفرها لا يسبب أن تشوف إنسان يعني نستغرب الناس في درجة عالية ورفيئة جدا من العقل والخلوق والمنطق والذهن وتجد مع هذا يؤمن بالدين يؤمن بالدين والإله والإله الذي يقتل ويقسو ويمسح بمدن عن بكرة أبيها وهذه كل الخرافات والأساطير الموجودة داخل الأديان كلها يصدقها لا 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 تزعجني لا تزعجني بأن هذه المسألة غير منطقية لأن الحمم اللي بداخله والتي نسيها ويسميها دين يسميها مقدسات ولا يسميها عنف كل هذا اللاوعي أو الذي اكتشفه فرويد بالحقيقة هو هذا هو هاي الرغبة بالعنف التي ولدت لدينا كل الشيء والتي ولدت لدينا بعد ذلك ما نسميه دينا والنتيجة النهاية اللي أوصل لها أن هذا الدين هو عدو الحضارة الحضارة تقتل الدين لهذا السبب هو من أكبر عداء الدين والحضارة وكل من يدعو إلى العلم والفكر والفلسفة لأنه ماذا لأنه قل لك أنت نحاول أن نفهم أنفسنا نفهم هاي الشحنات الغضب الموجودة داخلنا نفهم المجتمع نسيطر على نزواتنا على أفكارنا نحاول أن نستقطب قدراتنا وطاقاتنا والحمام البركانية الموجودة داخلنا حمام العنف البركانية الهائلة الموجودة فيجون دولة جماعة المقدسات اللي هم يعني عباقرة العنف يعني الأنبياء والرسل والصحابة وما لذلك عندما تجد تتابع مسيرتهم تجدها مسيرة عنف كاملة عنف عنف وقتل وذبح وما لا يحصى وكما هذا تجد الناس تحبهم لماذا تحب النصار لماذا؟ يجب أن نسأل أنفسنا يعني ليس أنتقدهم يأتي الملحد مثلا وينتقد الناس لأنهم يؤمنون بهذا الصحابة يقول هذا الصحابة قتل وسلب يعني الرسول كريم مثلا في الطريق سلبة صفية وأبوها وقتل أبوها وعمها وخالها وأهلها وعشرتها ونام معها في الطريق وتزوجها فتقول له هذا لا ينتبه لك المؤمن لأنه بالعكس ويتمني يفعل هذا الشيء يعني أنت لابد أن نكون واقعين ونفهم الأمور مو بطريقة أيديولوجية مأيارية على أن نفهم هذا إنسان إنسان لديه رغباته ولديه قموحاته ولديه أشياء ولديه مشاكله لكنه بالنسبة إلى هذا هو الدين هو الدين ليش موجود حتى يوفر له هذه المتعة تشوفهم مثلا يحتجون على الدواعش لماذا لا يكفروا الدواعش؟ لأنهم مؤجبين بهم عندما نفكر بعمق الموضوع نجد أنه أغلبية شعوب المسلمة خاصة من الشباب مؤجبين جدا وحتى الذين ينكرون هذا الشيء ما في الداخل في صميمهم مؤجبين وعندما أنا تابعه بالتفاصيل دقيقة تابعوا تويتر زمن راجعوا راجعوا سنة 2014 2015 2016 راجعوا عمليات التفجير التي يقوم به الدواعش في الموصل وعملات الذبح والقتل والسبي والكوارث التي فعلوها هناك الشئ التي لا تحصى والفيديوهات موجودة وعملات قطع الرؤوس حفلات فيها بالنسبة لهم حفلات قطع الرؤوس وهكذا تقال يعني عنها في تويتر روحوا شوفوها فشوفوا مو تشوفها تنتقد والله الدين الإسلامي دين عنيف لا مو هذا الموضوع والله الإله هذا الإله غير رحيم ولا يستحق أن نعبده لا بالعكس هو هذا الذي يستحق أن نعبده لأنه هذا الذي يشور هو هذا الذي يدو الله فوق يديهم فلم تقتلوهم لكن الله قتلهم هكذا يتحدى الدواعات أنهم يلصقون بالله كل صفاتهم أو شهواتهم العنيفة وهذا الإله بالتالي هو الذي سيؤمنون به ليش أنا أمر بإله الرحيم والعاطف هو يقلك على الرحوم وعاطف لكن الرحيم وعاطف على من هنا وجه الثاني للموضوع هو هنا عندما يتحدثون معك عن الرحمة والتسامح هذا الرحمة والتسامح هي وجه الثاني للشر الشر وجهان الخير هو وجه الخير هو الوجه الآخر للشر معي أن الإنسان شرير أو الشر داخل الدين هو ليس الشر الذي يفعله جماعة إنما الشر الذي يتم تحقيقه ضد الآخرين وعليه فأن الخير الذي داخل الجماعة يجب أن يسود وإلا فلا يمكن أن يتمتعوا بسحر هذا الشر الذي يمارس ضد الآخرين أي أن المقدس هو النغاتف أو الشحنة السالبة للخير أو هو الخير بأكمله لكن وجهه الخارجي هو وجه الشر يعني يعطيك وجه الخارجي والشر أنت تحاول أن تثبت نفسك داخل المقدس عامل الثابت والتثبيت موجود في قلب المقدس أو الفكرة المقدس أو الصنم المقدس أو المعبد المقدس أو الإله المقدس أو أي شيء أنت تثبت نفسك داخل هذا المقدس وداخل هذا المقدس إذا ما توجد داخله هناك عشرات يعني مثلاً قبيلة عشرتك بأكمله أو النحلة الدينية الخاصة بك أو المذهب الديني الخاص بك داخلها أنت هؤلاء أنت تأيش حالة الخير أي شيء خير عادة هذا مثل الشحنة على السطح الشر هو الشحنة الخارجية على سطح الثابت وداخل هذا الثابت هو المقدس أو الخير فكل ما هو في داخل المقدس أو في عامل التثبيت هو خير وكل ما هو خارجه هو الشر أي شر يتقل داخل الخير أو أي شخص يحاول أن يتفهم وجه الخير ويقول أن الآخرون أيضا لديهم خير فهذا في هذه الحالة يتحول إلى شر فورا يعني هاي مسألة يرادلة لها توكيل أكثر أو تفصيل أكثر وبحث أكثر اللي أدوى وصل لك لولا العنف لولا رغبة الإنسان بالعنف التي تقمعها الحضارة كما يقول التي تحرم الإنسان من نيل هذه السعادة كما يقول فرويد لما سمر الدين بالتالي العنف هو وجه الآخر للدين أو وجه الحقيقي للدين الذي يجب أن يستمر بدون أن يستمر للعنف لا يمكن أن يستمر الدين على الإطلاق ودائما لهذا السبب سنجد أديانا تخرج سواء بشكل بأسماء مختلفة يعني ليس بضرورة الدول هناك الدولة مثل الدولة النازية هي دولة بهذا المعنى هي دولة دينية لأنها جمعت الأنف من كل أطرافها لماذا الشعب الألماني هذا العظيم الذي أنتج لنا هيجل وقدم لنا هيجل وليفينتنس وقدم لنا هيجل وقدم لنا عشرات مئات العباقرة ومنؤتهم أنستاين وفرويد أيضاً هذا الشعب الذي قدم لناها الأسماء الأملاقة التي غيرت وجه التاريخ لماذا توحد خلف هتلر؟ لأنه قدم لهم هذا النزعة شهوة العنف ووفر لهم هذه الطبيعة وقال لهم كل ما أدانهم كفر واخترع قضية الآريين وما إلى ذلك فهي هذه هذا يفسرنا الموضوع أن الإنسان ما زالا كان عنيف والدين هو وجه من وجه العنف علينا بالتالي أن التخلص من الدين ليس مئاً لأنه ديناً ليس لأنه هناك إله بل لأنه هو التجسيد من لأنه يعبر عن حاجة الإنسان للعنف وليس يعبر عن يعني الأوامر الإلهي وما إلى ذلك لا وهذا القضية الأساسية ممكن هذا الدين يتحول إلى أن يتحول إلى أن يحول الأنف أو يسرب الأنف البشري بطرق أخرى لكن هذا الدين ما تقدر يعني يكون يعني بعض يؤمنون به موجودين الآن مثلاً الدين الشخصي كان أممي دين شخصي هو ماكوهك شي لكن البعض يتحدث عن هذا الشيء لكن هو لن يحظى بتقبل الكثيرين وهناك أديان إذا فحصوا بكتب التاريخ وحتى الحاضر تجدون أديان مسالمة جداً لكنها لا تحظى بالشهرة وليست لها شعبية وعليه بالناس تنتمي للدين ليس لأنه يجعلهم يعبدون الله بل لأنه يتيح لهم عبر هذا الإله ممارسة العنف الذي يسمونه الشرعي يعني أو لا يسموه عنف الشرعي يسموه يعني حق الله أو أي تسمية أخرى السؤال الدهائي الذي أطرحه هو من يأبد من الذي يأبده المؤمن في الحقيقة بالحقيقة لا يأبد الله أنه يأبد العنف ويعبد هاي الرغبة الموجودة في داخله للعنف والشهوة العارمة في داخله عندما تحقق في داخله وكل كلمات الدين التي يرددها المؤمنون سواء مسيحيين أو مسلمين أو حتى يهود أو أي دين كان تجد أنه لا يعبد الله إنما يأبد العنف الموجود داخل الله هذا الذي يقول لكم لم تقتلوهم لكن الله قتلهم وهذا هو نفس الذي في أشعيه عندما يبعث جيشه ويقول لهم لا تقتلوا فقط الرجال والأطفال والنساء لا اقتلوا حتى الحمير حتى البقر حتى المواشي لا تبقون شيئا وهناك بعضهم أخطأ وقتلوا القائد الذي عصى هذا الأمر وجلب بعض الأغنام والماشي قال لا كلها نجسة لأنه كانت شهوة العنف أكبر مما تطاع ويعني هي تاريخ هذه الأحداث إن وجدت إن حصلت يعني 3500 سنة قبل يعني من الآن ففترة مبكرة قريبة يعني قريبة إلى الإنسان البدائي الذي لم يكن ضمن مواليا للحضارات القديمة البابلية والأشورية والمصرية فكانهم يعني هم قبائل في الصحراء أو في البادية بشكل عام اليهودية فهؤلاء أقرب إلى يعني أقرب إلى حقيقة الإنسان ومكانت الشهوة العنف موجودة داخلهم لكن كانوا من الذكاء بحيث بعد ذلك أرسقوها بإله وبعد ذلك هذا الإله قال هو سيد العالمين لأنه ليش يصير سيد العالمين لأنه هو حتى يكون العنف الكامل لأنه حتى يمارس العنف بحق الجميع بهذه الطريقة لأنه لابد أن يكون أنت أكبر من جميع الآلهة بل أن بعد ذلك لا يوجد إله غير هذا الإله لماذا؟ حتى يمارس هذا العنف الذي يرغب به الإنسان بشكل لا حجود له ولا نهاية أكيد رح يقولون أين التسامح والمحبة والعفو وما إلى ذلك والتوادد والتراحم أنا أقول لك لا صحيح حبيبي صديقي هذه ضرورية جدا لكن لكن بين أفراد المؤمنين هذا المغالطة تحدث بين بين الطرف يعني فيها النفاق الديني نفاق مهم جدا لأنه أيضا هو وعدة من مظاهر العنف يجب أن لأنك ضمن الحضارة حتى تتخلص من سطوة الحضارة عليك والحاجة إلى التحضر يخرج النفاق الديني وتدعي الرحمة والتسامح لكن في الحقيقة هي جوهر العنف بالكامل هو هذا وأيضا حكومات الدول خاصة المتحضرة تفهم هذه المسألة وتحاول أن تتحاش وتحاول أن تجعل الناس يصدقون بأنهم ليسوا بعنفين وليسوا مطيعين لغرائزهم وحاجاتهم للعنف وأن هذا الدين متسامح وينشرون هذه الفكرة العامة بين الجميع حتى يصدقون هذا الموضوع ويتم يعني تحقيق القول بحقهم وهذا هي خلاصة الموضوع أختم وقول أن الدين هو روح الجماعة أو روح المجتمع وهذه الروح هي مصدرها العنف روح التي تهوى ممارسة العنف وهذه الروح أيضا هي التي ترفض لأي إنسان أن يمارس هذا العنف بطريقة إنما بطريقة الجماعية ويعتبر هذا الإنسان الذي يمارس العنف بمعزل عن الجماعة وبدون أوامر الجماعة يعتبر هذا فعلا منحلا فعلا أدوانيا فعلا شريرا كافرا ملحدا يجب الحد منه وهذا يعني بالنهاية أن هناك نوعان من الحرية الحرية الفردية وهي تسمى الحلال والحرية الجماعية أو الحرية الدينية الحرية الدينية الجماعية أو الحرية الجماعة هي الحرية التي تبيح فعل الشر أو فعل العنف إلى أبعد مدى ممكن وبلا حدود ويد الله أيضا هي التي معهم أما الفعل الحرية الفردية فهي حرية مرفوضة لأنها تبدد قوة وشحنة العنف الجماعية وأيضا ربما تعترض عليها وتدمرها وهذه الحرية هي التي تخشى منها الجماعة ولأنها لا يوجد ولأن الحرية الفردية يجب أن لا توجد مثلما لا يوجد إنسان ليس بفرد دائما كل إنسان لا بد أن يكون فرد لا بد أن يولد ضمن الجماعة فبالتالي الحرية الفردية مرفوضة ليس لأنها مرفوضة من قبل الدين فقط بل لأنها لا يمكن أن توجد ولا يسمع لها أمن توجد وحين توجد فتوجد رغم أن في الحرية الجماعية وهذه الحرية الجماعية تقاومها أشهد المقاومة وهذا السبب يجعل العلم ضد الدين العلم ضد الحضارة ضد الدين والدين ضد الحضارة هذا هو سبب المشكلة الجوهرية التي نحاول أن نطمطمها ونعبر عنها بطرق شتى لا علاقة لها بأصل الموضوع ونحن نعرف أن لا علاقة لها بأصل الموضوع لماذا؟ لأننا لا نريد أن نخرج على الجماعة ونصبح أشخاصا وليس أفرادا ضمن جماعة وقطيع سيحاسبنا أشد الحساب على ما نفعله ويتهمنا بالانحلال لأننا مارسنا حرية فردية الحرية فردية ضمنها أن تمارس الحياة الجنسية كما تشاء أن تقول ما تشاء أن تفعل ما تشاء وأن تؤمن بما تشاء فهذا يسمى انحلال لأن فعلا هو انحلال أنت انحللت حللت عن الجماعة حللت ليس أهلا وسهلا حللت كفرا وشرا بالنسبة للجماعة وهذا أيضا ضمن الحرية الجماعية ليش تمنع الجنس مثلا؟ يفسرنا جنسيا ليس لأنه سيء بل لأنه يحرض على الفردية أنه تمارس فعل فردي ومن أجز أيضا هو بالتالي هو التأزيز لفرص إدامة العنف وكيف الجنس أيضا حتى الفردي الجنس هو فعل عنيف ولهذا يشوف هناك كثير من النساء يعشقنا العنف أثناء الجنس والرجال يعشقون العنف أثناء الجنس لأنهم يعتقدون بين الآخر يرغب بهذا وهو فعلا هناك نوعا من الرغبة بالعنف حتى تأهوهات الطرفين أثناء الجنس هي أيضا إنها علاقة بالعنف وتمتع بالعنف ولهذا الأورغازم العنفي هو يتوسع ويشتد ويتكثف من خلال الأورغازم الديني الجماعي القطيعي وعليه فأن الدين هو الجنس الذي لا تنتهي شهوته وهي شهوة جوهرها العنف وأن أورغازم الدين هو العنف بحد ذاته هذا العنف الذي لا تنفذ حممه عن الظهور والتجدد داخل الإنسان لأنها جزء من حياته بل أنها حياته بأكملها القائمة على العنف والتي لا يمكن أن تستمر بدون هذا العنف شكرا جزيلا وآسر طالع ومع السلامة في القسم الرابع راح أفصل وأحدد أخليه جزء خاص بالتابعة لهذا الموضوع لكن في فيديو منفصل وهو إلى علاقة بالعقل حلقة التي نشرتها مؤخرا بأنوان خرافة العقل العربي وأربط بينها أقول بينما نالك خرافة العقل الديني أو العقل الديني أن لا وجد لدينا عقل عربي لأننا لم نصل هذه المرحلة بعد وهذا لدينا عقل يعني كالدماغ يعني لكن العقل بمعنى الفلسفي الفكري المعرفي الإبستمولوجي لا وجود له لدينا حتى الآن لأننا لا نحتاجه لأن العقل بالنتيجة الإبستمولوجي أو المعرفي أو الفلسفي هو عقل لا حاجة لنا به لأنه يدمر كل مشروعنا في ممارسة الأنف والتمتع بهذا الأمر فأتمنى تتابعوني الحلقة أو القسم الرابع اللي هو راح يكون قسم أثقل وأكثر إزعاجا من ما سبقه مع السلامة